تتنوع وسائل المواصلات براً بالسيارات والقطارات وبحراً بالسفن وجواً بالطائرات ويدخل وقت الصلاة على المسافر وهو راكب فكيف يصلي؟ الأصل أن يؤدي الصلاة بطهارتها وقيامها وسائر أركانها إن استطاع قال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها فإذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة توضأ فإن لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإن علم أن وقت الصلاة يخرج قبل هبوط الطائرة وجب أن يصلي على حاله وإن علم بهبوطها قبل خروج الوقت فله أن يصلي على حسب حاله وله أن يؤخر الصلاة إلى هبوط الطائرة ويصلي في آخر الوقت وعليه أن يتوجه للقبلة في صلاة الفرض ويدور مع الطائرة وغيرها حيث دارت حسب الطاقة أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة فعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ويقوم إن استطاع فإن عجز أو شق عليه القيام صلى قاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب ولا يستحي أن يسأل الملاحين عن اتجاه القبلة ولا يستحي أن يقوم في الطائرة فإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته فحافظ على الصلوات في الحضر والسفر ولا تضيع وقتها فإنه من شروط صحتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا